موسيقى الصباح الخير لكل المشاهدين يوم جديد لبرنامج عالم الصباح اليوم السبت 18 ايار 2013 بلشنا نشم ريحة الصيفية بقوة خلصنا الشتوات وقشة الصيفية والخير كان كتير منيح ومنسوب المياه للسنة كان مش عاطل أبدا نسبة لمعدل المياه العام عكل حال أنا بدي لكم صيفية عامرة سياحة رح بتكون إن شاء الله بألف خير بلبنان والبلد بألف خير وهم نحن نفسياتنا تكون حلوة وبوزيتف دايما إيجابية ولأد متل ما بتعرفوا بعالم الصباح نحن بلشنا من شهر ونص awareness أو توعية عن سلامة المرور وإشارات السير وكل يوم عرفناكم على إشارة أو اتنين واللي تابعنا بيقدر يقدم فحص السواقة بالكامل وينجح فيه ولكن خلصنا من يومين وبلشنا إحنا وإياكم حملة جديدة للتوعية رح تستمر لشهر من الوقت تقريبا وهي توعية بيئية هالتوعية البيئية كل يوم عم نعطيكم بعض النصائح ونفجيكم بعض الصور لأنه تقدروا من خلالها تنفزوا بعض الأمور اللي بتساعد على تقدم البيئة لأنه بتعرفوا البيئة بتأثر على الاقتصاد وبتأثر على كتير أمور وعلى حالة لبنان بتعرفوا أنتوا لبنان بيتكل على سياحته وعلى بيئته بالتحديد وخاصة على الخضار الموجود فيه نحن كل ثلاثة أربعة تيام نحكي عن موضوع نجعل مستقبل ضيف ليشرح لنا اليوم رح نحكي عن موضوع قصة الطاقة وكيف نوفرها وكمان رح بيكون معنا ضيف رح حكينا عن نفس الموضوع بالحلو باللبنان بعد شوي أنا بدي أنصحكم بعض الأصص لما كنت غسطوا الغسلات حاولوا قد ما فيكن تزمون قبل 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 رح أحكي عن المكيفات المكيفات لازم ضروري 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 اتنطفوا الفلاتر قبل ما تدورون لأنه إذا بتنطفوا الفلاتر ببطل الموتار عم بالقوة عم بيمشي بيصرف كهرباء أقل لما يكون الطاقص حلو فيكن تفتحوا شبابيك فتحوا شبابيك لأنه بتفوت الهواء من برة بيفوت الدفع بالشتوية وبيفوت الهواء النظيف بالصيفية هيك مش دايما بتدوروا المكيفات أما بالنسبة إذا بتكون مثلا تغسلوا تيابكن غسلوا تيابكن جمعوهم 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 الأبيض وحضور ملون وحضور بتعرفون كيف تقصمونه الأسود وحده أنا بعرف بس جمعوهم لتنتل الغسالة هيك كمان ممكن توفروا ولو بالنسبة معينة واحد مع واحد مع واحد بيعملوا كمية كبيرة بطلوا يقطعوا لنا هالكهرباء ما وعارف قدابي أن نوع العليل بصير تيجي إذا وفرنا كمان فيكن تستعملوا الطاقة البديلة والطاقة الشمسية بالنسبة للماء الصخنة وفيكن تنشروا برا ما تنشفوا الغسلات بين الشافة لأنه تنشير برا بعقم لتياب من الشمس عكل حال كل يوم رح أعطيكم كم معلومة عن الموضوع ياري تخدوهم بعين الاعتبار بالفعل ونقدر نحن نحط إيدنا بإيد بعض ونحافظ على البيئة مكملين عالم الصباح بقلكم أنه فيكن تتواصلوا معنا مش من خلال بس هالشاشة إنما من خلال السوشيال ميديا كمان فيسبوك www.facebook.com من خلال تويتر تويتر عالم الصباح وفيكن تتبعوا كل فقراتنا مش بس عبر هالشاشة إنما كمان futuretvnetwork.com بأي وقت عندكن وقت فيكن تفتحوا لإنترنت وتشوفوا عالم الصباح وبدأ صبح بالخير شو بحس حالي مرتاح السبت بحس الجو نضيف كتير هيكي وأبيض وناصع شف مازن صباح الخير لك صباح الخير لألك ولحلويات البابا يعني أنت بتفشي لي خلق نهار السبت أبي خليك شو أخبارك الحمد لله هل قد عم بعذب فيك الشفشادي ده يا خي بغار مني آآ أوكي ما بعرف شو بحق هدي كله ومدري حدا قال لي كلمة على الهوى أنا عمل له ربرتاج عن الشوز بالمعلمة إنه هي كلما كبتلي كبت وعطتني علامة 9 على 10 بس كيف قلتلي كلمة عجبته إجابة هونيك عم يزقف مبسوط عامل هايسة عكل حال نحنا أنا وياك اليوم رح نعمل حلقة غير شكل إن شاء الله فعنا كذا وصفة رح بتكون بين المعكرون وبين رزب حليب وبين رزب حليب مجمر بالفرن واو 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 إذن هاي المطبخ اليوم مع الشيف مازن وراح نكمل نحنا وياكنا عالم الصباح بس قبل خلينا نشوف هالفيديو شوفي عنا فقرات من هلأ للوحدي بتوقيت بيوت بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن الحلو ببنان الكهرباء والطاقة البديلة هل هي الطفرة الاقتصادية الجديدة مقابلة مع مدير عام ألفا وأخبار تكنولوجيا مع عانر بأينو بلجمرك مش كل الناس عندهم الإدراع بس فيه ناس عندهم الإرادة تجربة حياة ببلجمرك لليوم المقارنة بين النجاح والفشل بحلقة اليوم من مبده هلأت بيك بوس كريل والأيرول آن مع دومينيك بتيبي شابينج جوفنا بيعرفونا على معرض للفنينين المتخرجين من كلية الفنون بالأيو ورشة ملح مع شاف مازن على معك هون مخبوز بالفرن إذن هيدا هي فقراتنا وتعرفوا دايما بالبداية دايما بيكون معنا كارمن كارمن وعلم الفلك وتحركات الكواكب بالأبراج لليوم صبحكم بالخير اليوم السبت 18 أيار مايو الأمر بعده مرافقنا برش الأسد الناري حتى الساعة وحدة الضهر الأجواء جيدة للأبراج النارية الأسد الحمل وأيضا القوس كيف رح بيكون هنهار على كل الأبراج منبدأ مع برش الحمل أول برش معنا بالنسبة لك مولو برش الحمل الأجواء جيدة من هلأ الساعة وحدة هناك سهولة في سير الأمور هناك تعامل إيجابي مع الناس مع أخواتك مع أحبائك وحتى مع زملائك والغربة أيضا فيه تجاوب معهن ابتداء من الساعة وحدة القصة بتتغير وبيبقى المولود الأوفر حظا اليوم هو مولود شهر نيسان أبريل وظلك حذر واحد واثنين نيسان أبريل بالنسبة لبرش الثور مولود برش الثور الجو عندك اليوم بعتبره يمكن متعب قبل الظهر لكن حظوظ كتير كبيرة كتير مهمة وكتير إيجابية بتصير لصالحك ابتداء من الساعة وحدة الظهر فحط حالك بالجو خلي كل معاملاتك كل اتصالاتك كل زياراتك ومصالحاتك لبعض الظهر والمساء وبعتبر المولود الأوفر حظا اليوم هو مولود 4-7 أيار مايو وكون حذر من السرعة ومن المشاكل من المجازفات مولود 10-14 أيار مايو بننتهي لبرش الجوثاء مولود برش الجوثاء الجو عندك اليوم بعتبره جيد قبل الظهر من هلأ للساعة وحدة الأمور ماشي حالة بشكل جيد ابتداء من الساعة وحدة ولأخر المساء واليومين المقبلين أجواء شوي صعبة مخيبة للأمل متعبة مرهقة انتبه على صحتك وانتبه على حجوزاتك وانتبه على امتحاناتك بيبقى الأقل حظا اليوم هو مولود شهر أيار مايو نسبيا الأوفر حظا 11-13 حزيران يونيو بننتهي لبرش السرطان مولود برش السرطان الجو عندك قبل الظهر وبعد الظهر كتير حلو وحتى المساء أيضا هناك حظوظ كتير حلوة بتناسبك مولود شهر السرطان تعتبر انت من الأبراج الجيدة الأوية والناشحة والربحانة بهيدا النهار فمتضيع الحظوظ عليك وطبعا متضيع بأمور سخيفة الأكثر حظا 29-30 حزيران يونيو 11-13-17 تموز يوليو نوصل لبرش الأسد مولود برش الأسد حظوظك جيدة وأوية بما أنه الأمر بعده ببرشك بس لما الأمر بيكون ببرجنا عنا طاقة كتير حلوة عنا حب للمبادرة عنا جرأة عنا رغبة بالتحدي الأمور وبالتخلص من الأمور نحنا ما من يسبتنا هالأمر كل هالأمور هاي انت اليوم بتقدير تتجه نحوه هناك تقدم هناك نجاح ومعقول يكون فيه حتى بحث بمسألة مالية بعض الظهر والمساء الأوفر حظة نسبيا موليد تموز يوليو أما بالنسبة لبرش العذراء مولود برش العذراء الجو عندك رح بيصير رائع مش هلأ ابتداء من الساعة وحدة الظهر بتوقيت بيروت بس لحظة وصول الأمر لبرشك وتستمر هالإيجابيات كل عطلة الأسبوع سبت بعض الظهر المساء الأحد وأيضا التنين فما في حدا قدك بالعكس تماما انت حظوظك رائع قوي ومش بس هيك حتى تقدر أيضا تساعد الآخرين لأن حظوظك قد تنتقل بالعدوى للآخرين من هلأ للساعة وحدة إذن روء ما تعمل أي شي وما تاخد أي قرار الأوفر حظا مولود 20 إلى 22 أيلول سبتمبر من انتين لبرش الميزان مولود برش الميزان من هلأ إلى الوحدة انت بأمان من بعد الساعة وحدة الظروف عند مولود برش الميزان بتصير مخربطة بيصير فيه تراجع بيصير فيه زعل بيصير فيه خيبة أمل هالجو مرافقك للتنين المساء مولود برش الميزان ما تزيد على حالك بعد عن المشاكل صحتك بدأت انتبه له وما تطلع من بيتك بدون كل وراءك الأكثر تعبا 4-5 أكتوبر 21 بالنسبة لبرش العقرب مولود برش العقرب هالعاصفة اللي كانت صوبك الخميس الجمعة ومستمرة اليوم صباحا حتى الساعة وحدة بتختفي بعد الظهر والمساء لكن ما معناتها انه تترك حالك اللي مهب الريح بالعكس تماما مولود برش العقرب عندك كتير أمور تشغل عليها تصحح أخطاء ترجع تعطي انطباع جيد عنك أحسن عنك وهناك مسئوليات تتطلب تحالف وتعاون مع الآخرين وإلا ما بيمشي الحال الأكثر تعبا 30-31 أكتوبر 8-19 نوفمبر تشرين الثاني نوصل لبرش القوس مولود برش القوس من هلأ للساعة وحدة تظهر توقيت بيروت بتظل مشمسة عندك ابتداء من الساعة وحدة والجولة التانية بيصير مغيى من نوعا ما بيصير في عنا ضغوط مسئوليات ومعنا وقت نلتهي فجأة يطرق حدث ما شغل مهني أو حتى بالعيلي بيطلب حضورك جهوزيتك وانزعاجك فحاول مولود برش القوس تكون جاهز من دون ما تسبب مشاكل لحالك بعض موليد برش القوس يمكن يبدأوا عمل جديد بجميع الأحوال بيبقى الأكثر تعبا اليوم مولود نوفمبر تشرين التاني من انسألة برش الشدي مولود برش الشدي انت من أصحاب الحظوظ الأوية ابتداء من الساعة وحدة دولاب الحظ بيبرم لصالحك ويستمر عندك حتى التنين المساء مولود برش الشدي انت من الأقوية انت من الناشحين انت من الأشخاص اللي قادرين فعلا كثير إيجابي بحياتهم المشاكل اللي عنايت منها تقريبا كل هالأسبوع انت قادر تحلها ابتداء من اليوم الظهر الأكثر حظا 17-19-19 كانون التاني يناير بالنسبة لبرش الدلو مولود برش الدلو كمان الأمور عندك ما كانت زابطة ما كانت مرتاحة أبدا كانت بتعزبك مزعجة تقيلة الجو بتغير فقط ابتداء من الساعة وحدة معناتها من هلأ لوقتها حاول مولود برش الدلو اطول بيلك ما تفتح حالك مجال جديد موضيع حساسي بعد عنه ابحث عن المصالحة عن التقارب عن التسويات لأنك بتلاقيها ابتداء من اليوم الظهر الأوفر حظا 10-11 شباط فبراير نوصل لبرش الحوت مولود برش الحوت الجو عندك اليوم متطلب اليوم يمكن انت مشكلجي يمكن متوتر العصاب مزعوج مضيق ما يسهل التفاهم معك كل واحد بيفهمك غلط وهالأمر بيزعجك حاول تنتبه على طريقة كلمك يمكن تنزعج من بعض الكلمات من صراحة الآخرين حتى لو معهم حق إذا ما بدك تعمل مشكل بدك تتقبل الأمور بروح رياضية بيبقى الأقل حظا 24-25 شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هايدي سنة كتير مهمة هايدي سنة بتشتغل فيها أمورك الخاصة على بيتك على عائلتك وحتى على يمكن عقار معين حابب تشتغل عليه لكن لأنه في عنا سحل عم بيواجهك كل هالسنة ضرورة تتبه لاستقرارك المهني وأيضا العائلي أيار مايو أيلول سبتمبر كانون التاني يناير هايدي أهم الأشهر هايدي كانت الأبراج لليوم اتمنى الجميع نهار حلو وعطيت أسبوع حلوي إلى اللقاء بكرة مع أبراج اجتدي باي باي تانكيو لالك كارمن بكرة صباحا منشوفك طبعا مع الأبراج كمان وتحركات الكواكب وعلم الفلك نحن وياكم مستمرين عالم الصباح من هلق للوحدة بتوقيت بيروت بعد هالوقفة رح منكون مع الحلو بلبنان والطاقة البديلي لوين وصلت مش بس فينا نصخن ماء فينا نعمل كتير قصص خليكن وتابعونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر